نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من عمان مع الخبير الاقتصادي مازن أرشيد مساء الخير أهلا بك معنا سيد مازن إذن في طرحين لنبدأ بأول طرح فقاعة اقتصادية قد تنفجر بأي وقت؟ نعم يعني ممكن تنفجر بسبب الارتفاع الكبير اللي حصل على سعر تداول ديتكوين بأهواع مختلفة طبعا لكن قد تواصل الارتفاع يعني أولا ذكرت في مقدمة قبل قريب أن هناك محاولات بين بنوب مركزية وهيئات تداول مثل حتى الفيوترز في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي لتنظيم استخدام محاولة لإدخال التداولات المرتبطة بالأقود المستقبلية الفيوترز بالبورصات الأمريكية وبالتالي واضح أن هناك عملية تنظيمية ويتم اعترافها حتى من قبل الهيئات الكبرى في العالم في الاقتصاد الأمريكي وحتى في بريطانيا مثل ما ذكرت قبل قليل وبالتالي هذا اللي جعل السعرها يرتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع تداول أنباب أن هناك هيئات كبرى في العالم باقتصادات كبيرة تحاول تنظيم هذه العملة والاعتراف بها تدريجي لنركز على موضوع تنظيم عفوا نسبة النمو اللي تعدّفت عنها من يؤيد البتكوين يقول بأنه نسبة النمو هذه الجنونية زيادة الجنونية أمر طبيعي ويجب حدوثه حتى تصل عملة إلى قيمتها الحقيقية موضوع إذا أخذنا هذا الطرح ويتم تنظيم هذه العملة الافتراضية إلى أي درجة سيكون هذا قابلا للتطبيق على الأرض مع كل هذه المخاوف إلى أي درجة عمل موضوع التنظيم ما الذي سيقف أمامه خاصة بأنه ما قلته هو عامل جذب لمن يريد البتكوين يستغلها استخدام الإهداف غير مشروعة نعم عملية التنظيم يعني لاحظنا أنما كانت سعرها يتداول عند بستويات المائة والمائتين وحسن ألف قبل حوالي سنة وإحنا نتكلم عن أكثر من 11 ألف تقريبا 11 ألف ومائتين يعني 10 أضعاف في أقل من عام واضح بأنه الأمور التنظيمية والمسائل التنظيمية اللي أشرنا إليها قبل قليل هي لساعدت كان هناك تخوفات بسبب الأمور التنظيمية أنه تستخدم مجموعة من المهربية الأسطلاح وطبيب الأموال وغير ذلك من أمور لكن مع وجود الأنباء اللي تتكلم عن الأمور التنظيمية هذا اللي ساعد تم وضع ثقة أكبر على العملة الرقمية وتم الإعتراف بها بشكل كبير وهذا سعادة على النمو لكن هل هي قيمة الحقيقية حول هذه المستوى قد لا تكون قيمة الحقيقية حدث ارتفاع كبير في فترة زمنية قطيرة لكن نعرف أن كل شيء جديد دائما حفاظ من هنا أسألك العملة صحيح ولكن هذه العملة الرقمية هي منذ سبعة أعوام ولكن لم يكن الحديث عنها صحيح ليست بالحديثة هذا ما كنا نقرأه اليوم على الأقل منذ سبعة أعوام بس الحديث عنها صار بشكل مكثف مؤخرا ما الذي اختلف؟ الذي اختلف أنه هناك صح أن هناك كثير من الدول لا تعترف أو لا تريد أن يتم التعامل بها في المتاجر التجارية في بلادها ولكن هناك بدأت منظمات ودول وحتى شركات عبر الإنترنت يتم استخدامها كعملة مرحب بها ومثل ما لاحظنا حتى الهيئات في بريطانيا والولايات المتحدة المؤسسات كبرى عريقة بدأ تنظيمها وبالتالي هذا اللي تغير التغير هناك نوع من الثقة تم وضع على هذه العملة تحديدا أو العملات ليست عملة بيتكوين ولكن البيتكوين هي أشعرها هناك أكثر من عشر عملات رقمية أشعرها هي البيتكوين إعادة الثقة إليها ستاعدها على يعني ارتفاعها نتيجة وضع الثقة عليها في نهاية المتحدة نعم تؤمن من الناحية الاقتصادية عفوا تؤمن من الناحية الاقتصادية سيد مازن بأنه كما يقول المستثمرون بأنه المستقبل للشركات التقنية المستثمرون يقولون بأنه المستقبل للعملات الرقمية نعم يعني أنا أنا أتذكر لما أول مظنش الانترنت قبل حوالي عقبين من الزمن كانت كان الناس تتوقع أنه هذه الهالة لم تتوقع في قاعز ولا تتمر وإحنا لاحظنا كيف الفائدة يعني سواء عن طريق نطقة تحويل الأموال شراء عبر الانترنت وغير ذلك من أمور كثيرة دفع الدفع الإلكتروني فواتير وغير ذلك من أمور أنا أتوقع هذه ثورة جديدة يعني قد نواجه بعض المشاكل في البداية ولكن أنا أتوقع ثورة رقمية مهمة سوف تغير خارجة المال للمستقبل شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من عمان خبيل إقتصادي مازن أرشيد